صلاح المجد نحن أخذناه من ماسة و خطفناه و خطيته في العامة و خطيناه عنده لبو عنده المجد العام حل فتخبر الواحد يمر أحيانا ببعض الإرهاق و بعض الكسل و بعض الخمول فأخذت لي لعلي بعض العلاجات التي تنوم عقب العيد أخاف أنك من النوع الناس يجلس فترة عشان يضبط جدوله يحوس الدنيا كنت أتكلم في يوم من الأيام عن الساعة البيولوجية و كيف ممكن الواحد يعد النومة خلال أيام العيد يوم جاء الواقع معرفة الطب سبحان الله لكن ماذا يقول لك يقول لك حتى تضبط الساعة البيولوجية يعني النوم يضبط عندك لابد أنك تروح للبر طيب و تنام لك في البر طال عمرك أسبوع أو دون أسبوع عشان الساعة البيولوجية تضبط عندك و تغدي مثل العالم تنام الليل و تصحى النهار كل الناس يروحون للبر يعني و عشان يضبط الساعة البيولوجية حقه لازم يروحون للبر و كيف يكفذ البر سألت عن عظيم الله سألت عن عظيم الحزن بس أعجبني الخاتم الله يطبع من اليوم ألمع شفت الخاتم تدري هذه سكفة العيد أحسنت لحين يا سلام عليكم و ركبتها تركي و جيتكم يا عيني علي يا عيني علي أعطيك سالفة الساعة البيولوجية أعطيك سالفة الساعة البيولوجية لأن في البر يطول العمر أنت تبتعد عن صخب المدن و عن الضوضاء و الأزعاج التي نعيشها في المدن و أيضا عن المواد الصناعية و الكيميائية و المرذية فبالتالي لما تروح للبر سيصفى ذهنك و ستكون في جو خالي من الشحنات الكهربائية و خالي من الزعاج ستشعر بالهدوء فسبحان الله يقول لك الخلايا ما أدري هي خلايا أنا ماني بدكتور عشان ما يطبع علينا دكتور بعد شوية يقول ترك تفتي من كيسك فتزبط الأمور عندك طيب أنت طبقتها السنة هذه أنا إن شاء الله أفكر أطبقها السنة الجاية يعني السنة ما طبقتها ولهذا جاءت الحوسة مع أول يوم عيد عيد الأضحى سحبت علينا الحلقة الأولى دامن فيه ضحايا و كده طيب